جنوب افريقيا كتستفز المغرب بامر غير مقبول وضي مستورة جبر ربح مع المغرب قرير امريكي كيقول بلي المغرب تفوق عسكريا على الجزائر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لبنى من قناتكم المتواضعة على ميسكا واللي دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا باللايك دعمونا بالبرداج كذلك بالاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا وما تنسوش كذلك كتابة التعليق يعني غير حاجة بسيطة وريضة قليب الرأي المغربية استمر واصلي فهذه الكلمات البسيطة ممكن تكون سبب في دعم المحتوى فعلى بركة الله نبدو موضوعنا لليوم وقد نبدو بالجارة الشرقية اليوم الجارة الشرقية الجزائر تفضحت وتفضحت امام العالم لان المغرب دائما كيعطي دروسا للعالم وهو اليوم اعطى لهم دروس وبين للعالم مع من حشرنا الله في الجوار اليوم فيديوهات ديال الجزائريين خرجين في جمهور كبير كيحتفلوا بالهزيمة او بخسارة المغرب او بخسارة المنتخب المغربي فهنا المغربة خرجوا وخرجوا فيديوهات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيبينوا فيها وكيردوا على الجزائريين كيقولوا لهم شوفوا اخلاق المغربة في 2019 للمغربة كلهم خرجوا كيحتفلوا وكيشجعوا الجزائر ولكن اخيرا اخيرا العالم كامل عرف مع من حشرنا الله بالجوار فنرجعوا الاخوان لما هو سياسي اليك تلاحظوا الاخوان ان الكابرانات يعني النيضة من اسكالي الجزائري خصوصا في شخص شنقريحة نقص منها التصعيد فما بقاش كيتكلم على الحرب ما بقاش كيتكلم على غادين دخلوا على المروق وغادين تحاربوا مع المروق وغادين دخلوا الوجداء وغادين دخلوا للصعبات والاستفزازات في الحدود المغربية وكذلك يلاك تلاحظوا حتى نهار خرج وزير الخارجية اللي هو احمد عطاف واللي دار واحد تصريح صحفي مع خادشة بن قنا كيتودد المغرب وكيقول باللي رات تصل فعلا ببعاء سيد ناصر بوريطا وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة وكان حسب يعني الكلام دياله وقال باللي هذا الاتصال كان غدي رجع العلاقات وغادينهي الخلاف وانهم كيتمنوا بناء واحد تحالف جديد او بناء مغرب عربي جديد لكن واش الكابرانات عرفوا الغلط ديالهم وتراجعوا على القرار ديالهم لهو العرب وبغاوا يفتحوا صفحة جديدة مع المغرب فطبعا لا اكيد لا عموا الكابرانات ما يتبدله لانهم كيعيشوا كيتنفسوا حقدا على المغرب الكابرانات تبدل اللهجة ديالهم او تبدلات اللغة ديالهم خوفا من الحرب خوفا من الهازيمة فاليوم كيتنشر واحد تقرير اللي هو امريكي كيفاش تقلبت الموازن ديال القوى العسكرية وكيفاش المغرب تفوق على الجزائر فموقع امريكي اعتمادا على مؤشرات كالتعلق بالقوى العسكرية والسياسية والاقتصادية وكادة تقافية واستنادا الى بيانات مجمعة من مصادر مختلفة صنف موقع انسيدر مانكي واللي هاد الموقع الامريكي المتخصص في صنيفات وتحليل بيانات المغريفي المراكز او المركز الثالث ضمنه قائمة باقوى 15 دولة في افريقيا خلال عام 2024 يتعلق بالمؤشرات الفرعية التي اعتمدها الموقع في وضع المغرب في هذه الرتبة فقد جاءت المملكة في الرتبة الثانية على الصعيد الافريقي في مؤشر القوى العسكرية والرتبة السادسة ضمن مؤشر القوى الاقتصادية فيما حصدت المركز الثالث علاقة بمؤشر القوى السياسية النائمة والرتبة الرابعة في مؤشر تأثير تقافي فاوضح التقرير باللي المغرب تمكن من التفوق على الجزائر اذ ان ناتج المحلي الاجمالي للبلاد بدأ يقترب من 140 مليار دولار امريكي اعتبارا من سنة 2022 كما ان الجيش المغربي مجهز باسلحة غربية حديثة وهو ما يمنحه ميزة على نظيره الجزائري والتي يعتمد على روسيا في مقتنياته خصوصا العسكرية مضيفا ان الريباط اقامت علاقات تودية مع العديد من الدول في الاوينة الاخيرة على غرار اسرائيل ما ساعدها في تحسين قوتها النائمة على الساحة العالمية المصنع الاسلحة في الولايات المتحدة الامريكية كيراقبه سباق التسلح المستمر بين المغرب والجزائر ففي حين عزات الاخيرة قدرتها بتوقيع الصفقة مع موسكو في عام 2020 لشراء مقاتلات صحو 30 فان الريباط بدورها تسعى الى تأمين مقاتلات الشبح الامريكي من الجيل الخامس اللي كتنتشها شركة لوكهيد مارتن مشيرا في الوقت ذاته الى توقيع المغرب مجموعة من الصفقات مع واشنطن وحصل بمجيبها على منظومة الهي مارت كما اعلن البنتاجون عن بيع اسلحة جديدة للمملكة المغربية الشريفة يجوز من صفقة بقيمة 250 مليون دولار وكتجي الجزائر في المركز الرابع خلف المغرب اذ حصلت على المركز ثالث ضمن مؤشر القوى العسكرية والرابع ضمن مؤشر القوى الاقتصادية فيما حصلت على المركز الخامس والسادس افريقيان فيما يخص كلا من مؤشرين القوى السياسية الناعمة والتأثير تخافها للتوالي واشر الموقع سالفة ذكر الى ان انفاق العسكري الجزائري هو اعلى انفاق دفاعي في القارة اذ ركزت البلاد العسكر على بناء منظومة عسكرية قوية بسبب نزاعها الطويل مع المغرب هذه المغربة تفوق الجزائر في شتال مجالات سوئا سياسيئا اقتصادية واعسكرية لكن شامل تفوق value الجزائر الجزائر تفوق على المغرب في الحقد، في الحسد، في الكراهية ونجح حبدالمجيد يكون واحد الشعبية ولي يكون الكراهية على الشعب المغريبي هي كان لحقد لكل ما هو مغريبي فهذا الجيران ينتظر فقط الش obstacles algunos المغرب واللي ما كيهمهمش الفشل ديالهم او الناجحهم بل كيهمهم غير فشل جيرانهم لكن السبب ديال الجزائر معروف احنا كنعرفو الجزائر في نزاع مع المغرب بسبب البوليزاريو وبسبب صحراء المغربية لكن من كنشوفو واحدة دولة اخرى ولي كتكند للحقد والكراهية للمغرب فما كنعرفوش السبب ديال هاد القرة هاد الدولة اللي هي جنوب افريقيا واللي حتى هي كتكند للحقد والعادة للمملكة المغربية الشريفة علاش ما هو السبب احنا ما كنربطنا معها لا جوار ولا نزاع فهاد الدولة عادأها من عداء الجزائر اليوم جنوب افريقيا تستدعي ديميستورا المبعوث الأممي للصحراء المغربية علاش هاد الدعوة بالضبط في هاد اللحظة بالضبط وعلاش اصلا ديميستورا يوافق له هاد الدعوة ديال جنوب افريقيا لمناقشة ميل في الصحراء المغربية لي ما عندهمش حتى شي علاقة به جنوب افريقيا ليس الطرف هاد النزاع وما عندها حتى شي صلاحية من الأمم المتحيدة عندهاش حتى شي ضوء أخضر من المغرب باش تكون جزء من هاد النزاع باش نقشو مع ديميستورا اذا علاش اصلا مشاء ديميستورا وقبل يعني الدعوة ديال جنوب افريقيا باش غادي نقشو هاد الميلف بدون تنسيق مع المغرب فهنا راه المملكة المغربية الشريفة لن تمر هاد الامر مرور الكرام اللف حالة واحدة الى ديميستورا خبر المغرب ونسق مع المغرب قد الاحتمال ممكن يعني ممكن يدوز هاد الشي او ان ديميستورا يخرج ويوضح باسه شنو راه واقع اما جنوب افريقيا فراه اكيد منسق مع الجزائر يعني نسقت هاد شي مع الجزائر في محاولة منها الاستثمار والتسويق السياسي بعد ما رفعت واحد الدعوة على اسرائيل فالسؤال المطروح واش هاد التحركة ديال جنوب افريقيا مع ديميستورا واش غادي يكون عليها او غادي تدير شي نتيجة او شي تأثير على الميلف ديال الصحراء المغربية فاخواني اخواتي ما كان حتى شي تأثير لهاد النقاش على ميلف الصحراء المغربية على المصالح المغربية ولا حتى على الميلف ديال الصحراء المغربية لا اعتقد انه يكون اي تأثير اصلا للجزائر ولا جنوب افريقيا عندهم تأثير على المستوى الدولي فما بالق واحد الاجتماع لهو عابر اذا اخواني اخواتي عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا غالبة الا الله اشتركوا في القناة